موسيقى صبحكم بألف خير ينعاد عليكم إن شاء الله يكون عيد أطحى مبارك على الجميع وأعيادكم دايما حلوة ودايما كلها أعياد اليوم الأحد 26 نوفمبر الأمر بعدهم رفقنا من برج مائي برج الحوت صار له يومين موجود ببرج الحوت عم بشكل مثلث فلاكي كتير حلو جيد للأبراج المائي أكتر مستفيدين هو مولود برش الحوت طبعا بالطليعة مولود برش العقرب لأنه الشمس ببرجه ومولود برش السرطان كيف رح بتكون كل الأجواء عند الأبراج ومبلش مع برش الحمل يلي نهاره بعده هادي بعده بطيء نوعا ما لليوم الليلة ساعة عشر إلى ربع بتوقيت بيروت لحتى تغير الأمور ويصير في عنده شوية حركة وشوية نتيجة ضلك حذر 13-14 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور الجو عنده نشيط بناء فعال بيمبسط اليوم مولود برش الثور بيتسلى ونصيحة أنه يكون موجود ضمن جمعة ضمن مجموعة في عجقة وفي هيصة لأنه نهار حلو للإحتفال والأكثر حظا 24 و25 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الجوزة نهارك متقلب نهارك متعب فحاول ما تنزع جو العيد عند الناس من حولك خاصة عند أهلك أيضا وأقربائك وأحبائك وأولادك نهار متطلب فحط حالك بجو أنه بأي لحظة معقول ينطلب منك شغلة مهمة يمكن تنزعج منها بس شو دك تعمل الأكثر حظا 14 و15 حزيران يونيو بالنسبة لبرش السرطان إيجابيات كثيرة وحلوة بتخلي اليوم مولو برش السرطان فلكيا على الأقل يعيد ويحتفل ويقضي نهار رائع جدا من الأيام الإيجابية الأوفر حظا والأجمل بهذا الشهر نهار جيد للمصالحات للرماسيات للسفر لطرح الأفكار ولشو ما بدك والأكثر حظا 1 ل6 تموز يوليو بالنسبة لبرش الأسد بدك تطول بالك كتير مولو برش الأسد لحتى نهار يمرق بهدوء وبرواء بكرة بتعود بكرة وبعد بكرة الأجواء بتصير أوفر حظا وأريح اليوم بدك تظل لك تسير هيدا مختلف مع هيدا وهيدا ما بيقعد مع هيدا وهيدا ما بيحكي مع هيدا انت اليوم بدك تلعب دور الوسيط مش بس هيك بدك تكون انت مرتاح بالجو لحتى تقضي هنهار بسلام وكون حذر جدا 20 ل 22 أب أغسطس بالنسبة لبرش العذراء يعني اليوم إذا رايح على العيد أو إذا اليوم عندك شغلة مهمة أو رايح تقضي مع أصحابك أو أهلك وإنت تنتمي إلى موليد برج العذراء احتمال كون طباعك اليوم صعبي صعبي نتفهم معك ومعقولي تنزع الجو لذلك حط حالك أنه اليوم لازم تطول بالك كتير لازم تتفهم الأجواء يمكن حساس شوي اليوم مولو برج العذراء زيادة عن الزوم وأمر بسيط معقولي ينزع له مزاجه مع أنه بيكون مبلش نهاره بيرواقه بهدوء فحط حالك بالجو حصاً أوي مناعتك النفسية لحتى تقضي نهار جيد الأكثر حصاً 27 28 أبو أغسطس بالنسبة لبرش الميزان نهاره اليوم مولو برج الميزان طويل نهار مولو برج الميزان متطلب يعني أنت إذا رايح على العيد أو معزوم أو أنت عندك العزيمة الحفلة بالبيت أو عم بتقضي نهار عائلة أو عم تشتغل اليوم مولو برج الميزان بده يبلش نهاره بكير المسئولية كلها تلقى عليه ومش بس هيك بتحس أنه ما حدا عم بيشتغل ما حدا عم بيساعدك كل شيء أنت بدك تعمله والخطأ عندك يعني شو ما صار بتطلع عليك طول بالك يمكن تكون مريض مولو برج الميزان يمكن ما تلاحق تحتفل بكل شيء فحاول مولو برج الميزان أنه تأوي حالك نتفي It's all in the mind أوي نفسيتك نتفي لحتى تقدر ترتاح ويمشي نهارك بسلام الأكثر تعباً 15-17 أكتوبر بالنسبة لبرش العقرب نهاره روعة ضروري يكون بنهارنا اليوم شخص ينتمي إلى مواليد أبراج مائية العقرب السرطان أو الحوت لأنهم بيجملوا الجو شوي اليوم مولود برج العقرب نهاره كتير حلو بيقضي نهار إيجابي جداً بمحيطه العائلة وحتى العاطفة ويساعة بيشتغل كمان وما عم تسمعونا بجميع الأحوال اليوم مولود برج العقرب من الأشخاص المطلوب حضورهم إيجابيات كتير فيك تتواصل مع اللي بتريده بسلام بإيجابية فيك تتصالح مع اللي بدكي وبيصير على زوءك الأوفر حظاً موليد 8-10-11 نوفمبر بالنسبة لبرج القوس وانتبهوا هون مولي برش القوس إذا بدكن تقضوا نهار حلو يعني أول شي ما بدكن بلشوا تنطقضوا هاي الأكل كيف وهذا اللابس هيك وهذا العامل هيك ما في شي بيعجبكن كنتوا نفسي يتكون متقلبي اليوم بدكن تغيروا كل هالأمر هاي لحتى تنبسطوا لما تنزعوا نهار غيركن نق اليوم من المستحسن أنه تخلوه لعشي أو لبكرة أو بعد بكرة نهاركن متقلب نهاركن بيطلب منكن كتير تطولوا بالكن وبتكن كي لا تتهموا باللا مبالات أو عدم الاكتراث بتكن تعملوا مجهود إضافة لتغيروا هالصورة عنكن الأكثر تعباً موليد نوفمبر بالنسبة لبرش الشدي كتير حلو وجوده اليوم مولو برش الشدي وينما كنا بأي مجموعة بأي إطار اليوم مولو برش الشدي نهاره نشيط ديناميكي أنت اليوم تحرك جميع المجموعات ضروري تكون موجود ما بتهدى بتساعد كل شغلك إيجابي النواية عندك اليوم إيجابية وما بتهدى لأنه فعلاً من قلبك اليوم كل شي بيصير مولو برش الشدي اليوم بتحكي اليوم بتدير الحوار اليوم بتفاوض وبتنجح بكل علاقاتك لكن نتبه من تغييرات مقبلية 27-28 ديسمبر بالنسبة لبرش الدلو مولو برش الدلو كريم شوي اليوم مولو برش الدلو نهاره يمكن يدفعوا إلى صرف بعض الأموال يمكن طبعاً هو وراضي نهاره أيضاً معقولة يطلب منه يكون إلى جانب أحد الوالدين لأنه بحاجة هالشخص إلى دعم مولو برش الدلو بجميع الأحوال أنا بعتبره نهار إيجابي بيحمل مكاسب سواء كانت اجتماعية مهنية أو عائلية فما تنزع الأكثر حظاً 11-13 شباط فبراير أما عن برش الحوط فاليوم مولو برش الحوط شخص يلي قادر يقلب يقلب الأمور الطاولة يقلبها مثل ما هي على زوءه ومش بس هيك بيقلبها بشكل إيجابي بشكل جيد بشكل حلو يلاقي الإعجاب يمكن بيزعل منك مولود برش العذراء أو مولود برش القوس بينطئدك بيوجه لك ملاحظة لكن مولود برش الحوط اليوم عنده طاقة إيجابية يحرك أي مجتمع موجود فيه أي محيط موجود فيه قادر أنه يطلع بفكرة من لا شيء قادر مولود برش الحوط أنه ينتقل من مرحلة إلى أخرى بلحظة عين مولود برش الحوط بشميع الأحوال هناك إذا فيه من أي مسألة غامضة أو من مسألة عالقة وما زبطت أو توضحت في اليومين اللي مرؤوا بعد فيه اليوم انطلاقة حلوة صفحة جديدة إيجابية جدا 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 والأكثر حظة موليد شباط فبراير و1 لأربع أدار مارس وبختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره مولود اليوم أنا بعتبره سنة من سنين الحلوة مع أنه سحر رح يلحق اللي حقكن بتأثيراته لكن هاي ما رح أحكي عننا اليوم مولود اليوم جميع الأحوال سنة حلوة بانتظاره نوفمبر أدار مارس وتموز يوليو من أفضل الأشهر وبطلب منه أنه يهتم أكتر بأموره العاطفية وبأي مسائل سفر عم يهتم فيه بتمنى لكم أطحى مبارك إن شاء الله يكون عيد كتير حلو عليكم على أحبائكم وإلى اللقاء بكرة مع أبراج جديد باي باي